انتشرت في الآونة الأخيرة الكبائن المخالفة على سواحل مملكة البحرين وتحديدا سواحل محافظة المحرق نعم هذه الكبائن أعطت انطباعا غير حضاري عن مملكة البحرين والتي تعد مخالفة لإشغال الطرق العامة عندما تعجز الكلمات عن التعبير فلندع الصورة تتحدث وعندما ينتزع من أفئدتنا حب الوطن حينها لا نكترث بما تصنعه أيدينا وحتى وإن كانت هذه الأيدي التي من المفترض أن تبني وطنها وأن تنشر الورود وأن ترسم واجهة مشرفة هي من تدمر وتعبث بمكتسبات الوطن ولأن الصورة أبلغ تعبير فقد قررنا أن نأخذ المشاهد الكريم في جولة سريعة ومن خلال هذه المشاهد للوهلة الأولى لا يطرق لمخيلة أي مننا أن تكون هذه لسواحل مملكة البحرين وسنقول إنها في دولة غير حضارية لا تكترث بواجهة وجمالية سواحلها فكل هذا الدمار لا يليق بمملكة البحرين التي عرفت أنها لؤلؤة الخليج وبسواحلها النظيفة وبجمال واجهتها لكن الضلون تخيب عندما نعرف للأسف بأن هذه المشاهد في البحرين ولم يقتصر الأمر هنا ولكن في محافظة المحرق حيث يتواجد مطار البحرين الدولي الوجهة الأولى للسياح في المملكة أي ما يعكس الصورة السلبية في أذهان الزائرين نحن اليوم مثل ما انتوا تشايفين واقفين على المفروض أن يكون ساحل على حسب علمنا أنه يكون ساحل المفروض بس مثل ما انتوا تشوفون ساحل أنا أقول هذه مو بساحل هذه كأن الكل يعني حجاز لموقع ويلس فيه يقولون ناس يقولون أجماء نحن نبي نروح على البحر وغيره نشوف السواحل ذي كلها صنادق وغيره والكل يقول هذه محلي وحاجز على منطقة كبيرة على الساحل يقولها آي ما نبي أحد يدشه وهذه محلنا خاص وغيره فيا جماعة مثل ما قلت في البداية أنا أقول هالمحرق ما يرضون على محرق إحنا نتكلم عن اللي قاعد يصير أنا أخص منطغتي قلالي ولكن المحرق اللي أنا قاعد أشوفه أشوفه شيء مبعدل ولل نطيل في التفاصيل فالمشاهد التي التقطتها عدسة الكاميرا جاءت موثقة بالأرقام والحقائق فظاهرة الكبائن العشوائية والتي تمتد على سواحل المحرق شيدت بأيدي بعض الأشخاص الذين لم يكترثوا بوطنهم وبواجهته وضربوا بعرض الحائط حتى القوانين وصوت المواطنين الذين طالبوا مرارا بإزالة هذه الكبائن لما تسببه من ضرر تمثل في الجرائم والسرقات وحرمانهم من حقهم في الاستمتاع بالسواحل سواحل محرق ممكن متشابهة في كل اللي صير في المنطقة يعني احنا يمكن ندرنا على السواحل كلها شفنا العشوائية اللي كل واحد يحط لها صندقة وعشة ويايس فيها فيه ناس كلهم محتاجين على ان احنا ليش احنا نتكلم من ناحية واحدة ان الشغلة غير قانونية يعني عنا نقشت واحد قلت له هل انتوا اللي يعني تضعون هذه الصنادق هل بشكل قانوني او مرقصة قلت طبعا بشكل غير قانوني طيب قلت لي اذا شكل غير قانوني السواحل الجماعة هذه عامة العوائل تستمتع عندنا عيال عندنا اهل احنا الاهل يمكن خليهم بسيتين يشوفون الجماعة اللي يمشون العصاري وقابل المغربية يشوفون المنطقة محتلة من الصنادق بحيث ان حتى السواحل ما يبين طيب اش هل الجماعة يستمتعون بالمنظر ذي منظر السواحل اذا احنا ما عطينا مجال حق قيارنا فيه الارقام تشير الى رصد 477 كبينة 62 منهم فقط كبائن للصيادين في حين ادرج عدى ذلك ضمن الكبائن العشوائية المخالفة للقانون والذي استغل اصحابها وجود كبائن للصيادين لانشائها لذلك كان يجب ان تكون هناك حملة لازالة هذه الكبائن العشوائية وايقاف هذا الاستغلال السيء لسواحل البحرين الذي حول السواحل من ملكية عامة الى خاصة وبعد مشاهدة هذه المناظر الغير حضارية فيجب على كل مواطن وعلى كل من يعيش على ارض هذا الوطن ان يشارك في هذه الحملة الوطنية لازالة هذه المشاهد غير الحضارية ليبقى في اذهاننا واذهان كل من يزور مملكة البحرين الصورة الحضارية والجمالية فقط سهير عصفور لمركز الاخبار تلفزيون البحرية وللحديث اكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستوديو المهندس هشام عبدالقادر العباسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المحرق مساء الخير ومرحبا بك استاذ هشام بداية استاذ هشام الكبائن العشوائية اصبحت ظاهرة منتشرة في الكثير من سواحل المملكة وخاصة غير المرخصة لو نتحدث عن أسباب الانتشار أو متى انتشرت هذه الظاهرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هي البداية كانت يمكن في 2006-2005 في هذا الحدود يعني تعرف مع الأعمال الدفنة التي صارت على السواحل نعم بدت يعني بدت هالكبائن تنتشر على السواحل بحكم يعني الموقع الجيد بالغرب من السواحل صحيح استمرت على السنوات الماضية وفي السنوات الأخيرة طبعا تكاثرت نعم تكاثرت بشكل ملحوظ طبعا نعم نعم يعني من خلال الدور الرقابي لاحظنا أن تكاثرت هذه الكبائن لاحظنا أن هناك كبائن مخالفة فيما تستخدم هذه الكبائن حدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الكبائن المخالفة نعم طبعا حسب الإحصايات عندنا والكشفات الدورية والتحري من الأمر طبعا هناك يعني استغلات مختلفة لهذه الكبائن الموجودة بعضها يعني للأسف مجالس موجودة على السواحل بعضها مخازن يعني هي ليست للصيادين؟ ليست كلها لا للغليل يمكن منها للصيادين هناك للأسف أن نشوف أيضا يعني جلسات يعني موجودة على الساحل وهذا النوع من الأمور وتستخدم في غير إطار هذا المشروع طبعا طبعا هذا الواضح من التقارير التي سفناها حيبنا شوي وتحريرنا ومعرفتنا باللي قاعد يصير على السواحل نعم لو ننتقل إلى جانب آخر موضوع المواطنين المواطنين يريدون سواحل جميلة غير مشوهة سواحل جميلة في المملكة منتشرة في جميع المحافظات لكن هذه المظاهر تؤرق العائلات يعني تشوه المنظر هل وردتكم شكاولة البلدية من المواطنين أو حتى من جهات أخرى حول هذه الكبائن؟ نعم طبعا طبعا نعرف طبعا يعني هذه السواحل ملك للكل في أجزاء كبيرة من السواحل الموجودة هي أملاك عامة بالإضافة إلى بعض السواحل أيضا أملاك خاصة المواطنين ما في شك يشتكون توجد شكاوي من أنها أول شيء يعني ما قادرين يستقلون السواحل بالصورة المطلوبة تجي نستلم شكاوي من ملاك بعض الأراضي الموجودة على السواحل أنهم مش قادرين يستقلون أراضيهم بالصورة المطلوبة وهذه النوع الشكاوتين أيضا يعني أكون صريح معكم من الجهات الأمنية تردنا كثير من الشكاوي وجود خلافات وجود بعض البلاغات الموجودة يعني لعدة أسباب ولكن يعني ترد إلى البلدية كثير من ملاحظاته الشكاوي وخصوص هذه الكباين وهذه بطبيعة الحال يعني سبب تعاد العائلات عن طبعا أكيد نعرف أن السواحل ملك للكل ونحن يعني بالرقم من الجزيرة البحرين تحتاج لهذا المناطق خاصة الآن بعض ما شاء الله الجو جميل متنفس متنفس يكون للأهالي أن يكونوا يستقلون هذه السواحل نعم نعم المهندس هشام عبدالقادر العباسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المحرق شكرا لك على هذا الإثراء ودمت بغضاء ترجمة نانسي قنقر